حرص عدد من الإعلاميين على حضور جنازة الكاتب الراحل مفيد فوزي التي تم تشيعها في كنيسة مرعشلي بالزمالك وكان من أبرز الحضور الفنانة مرفة أمين والفنان تامر عبد المنعم كما حرص الإعلامي محمود سعد على حضور الجنازة وحرص أيضا عدد من الإعلاميين على أداء صلاة الجنازة على الراحل مفيد فوزي ودعوا الآخر مرة قبل انتقاله إلى مسواه الأخير كما رحل الكاتب الكبير مفيد فوزي عن عالمنا عن عمر النهز التاسعة والثمانون عاما بعد صراع مع المرض دام أكثر من شهر كما أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي خبر وفاة والدها على منشور لها عبر فيسبوكه وقالت فيه بابا سافر السماء عند ربنا صلاة الجنازة على روح الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك العزاء غدا أيضا الأسنين الساعة السادسة في قاعد كنيسة المرعشلي بالزمالك ومفيد فوزي من موليد محافظة بني سويف في 19 يونيو عام 1933 وتخرج من كلية الأداب جامعة القاهرة قسم لغة إنجليزية حيث شجعته والدته على الدخول في المجال الإعلامي كما قدم الإعلامي مفيد فوزي عددا كبيرا من البرامج التلفزيونية والإزعية الهمة جدا ومن أبرز هذه البرامج برنامج حديث المدينة وبرنامج ضيف في ليلة صيف وبرنامج خواطر على الهوى كما قدم أيضا برنامج أين هم الآن وبرنامج نجوم الشر كما حاور العديد من الفنانات والشخصيات السياسية الهمة جدا ومن أبرز هذه الشخصيات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والعديد من وزراء الداخلية ورؤساء الوزراء كما حاور أيضا عدد من الفنانين الكبار ومن أبرزهم الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنان عبد المنع مدبولي والفنان سناء جميل والفنان فاتن حمامة والفنان عمر دياب كما أنه يعد من كبار الإعلاميين المصريين البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون اشتركوا في القناة